تحدث مشاهدين في الدقائق القادمة حول المعرض والمتدى الدولي لتقنيات التشجير مع ضيفنا المختص في مجال الزراعة لستاذ عبدالله المعي أهلا بك ساذ عبدالله مساك الله بالنور مساك الله بالنور حياك الله حياك الله ساذ عبدالله خلني أبدأ معك بالحديث عن همية هذا المؤتمر كمختص كيف تنظر لهميته الحقيقة أن المؤتمر مهم جدا وأول مرة يعقد مثل هذا المؤتمر ويعتبر فريد من نوعه هذا المؤتمر بالإضافة إلى ذلك هذا المؤتمر يناقش مسألة خاصة معينة وهي التشجير وليس معرض زراعي عام وإنما متخصص وأول مرة يعقد أيضا ما يواكبه من زخم ومن تغطية ومن أيضا مشاركة عدة جهات فهذا المؤتمر يشارك فيه ما يزيد عن 20 دولة و20 منظمة في هذا المؤتمر كذلك المؤتمر هام جدا لأنه يركز على البيئة وهذا يعني من الأمور المهمة بالذات تغطية الغطاء النباتي أيضا كذلك مسائل الري جميع الأمور المتعلقة بالتشجير بالإضافة إلى هذا أنه ما يزيد على يتوج هذا العمل أنه تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله يعطيه زخم أكبر جميل سيد عبدالله في السنوات القليلة الماضية تم سن الكثير من القوانين للاهتمام بالبيئة ويضا الزراعة كيف ترى مدى هميتها والاستفادة منها هذه القوانين في مسألة التشجير أنت لا تستطيع العمل إن كان هناك من يصلح وهناك من يفسد فلابد من سن القوانين وأيضا بغرامات مجزية رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالغطاء النباتي أو بالحياة الفطرية فوجود مثل هذه القوانين والتشديد فيها لأنه إحنا صراحتنا في مرحلة يجب أن لا نعود إلى الخلف إطلاقا لا بد أن نتقدم فكونك تسن مثل هذه الأنظمة وبغرامات عالية جدا سوف تحد من عملية الإفساد وتبدأ عملية الإصلاح بشعوره وباطمئنان أنه جميع ما تعمله بإذن الله لن يتلب جميل دور المواطن في التشجير خصوصا مع مثل ما ذكرنا هذه القوانين يعني في السابق كان البعض يتمنى أن يكون لدور مثلا مساهمة في زراعة الأشجار وما إلى ذلك نسأل عن دور المواطن ما هو دور المواطن العادي في مسألة التشجير المواطن هو العنصر الرقم واحد لهذه العملية والحقيقة أن هذا المواطن يجب أن نحتم به اهتمام عالي جدا من ناحية التوعية والثقافة وهذه رسالة لوزارة التربية والتعليم أن تحتم في مناهجها بمسائل التشجير وتنمية النش في ارتباطهم بالبيئة أيضا أنتم عليكم كوزارة إعلام بالاهتمام بالتوعية لا بد أن يكون هناك برامج نحن مقبلين على عمل جديد وفيه ضخ أموال هائلة فيه جهد فيه تعب لذلك لا بد أن يواكبه توعية لهذا المواطن كون أن المواطن يشعر بقيمة ما يتم إنجازه من أعمال وتصبح لديه خلفية ثقافية جيدة سوف يسهل علينا الكثير جدا من المحافظة على ما نقوم به من أعمال جميل تعزيز وجود وأيضا تكاثر النباتات التي تكون من طبيعة كل منطقة أنت كمزارع ومقتص في زراعة ومهتم أيضا بمسألة التشجير كيف تنظر لهمية هذه النقطة تحديدا وتكيفها مع أيضا القوانين التي تم سنها في التشجير والزراعة المشكلة التي حصلت لنا أنه كان هناك إثلاف كبير جدا للغابات للمسطحات الخضرة حاليا الآن يتم محاولة معالجة ما تلف وأيضا الزيادة عليه يعني ليست المسألة إعادة إلى ما سبق فقط وإنما الزيادة على ذلك كل هذا يتطلب جهود كبيرة جدا أيضا التقنيات الآن تساعدنا في ذلك ما شاء الله يعني مثلا زراعة البذور لما يزرعها شخص بيده أو جهود فردية غير لما تزرعها بطائرة الدرون التي تقضف بالبذور على مسافات عالية جدا أن أردت في رؤوس الجبال أو في الأودية أو في الهضاب أو في أي مواقع أخرى أيضا الكميات أيضا تضافر الجهود أنه عمل مؤسسي وليس اجتهادات شخصية بإذن الله سبحانه وتعالى نرجو نقادم الأيام أن نكون مرجع في هذا الأمر أستاذ عبد الله في مسألة البيئة مثلا كل منطقة عندنا وكل محافظة تكثر فيها مثلا نبتات معينة أو نبتات مختصة بهذه المنطقة كيف تنظر تعزيز هذه النبتات؟ يعني هل هناك تعزيز أم هناك استيراد لنبتات أخرى؟ هذا الجانب كيف تشعر؟ هو الأولى المحافظة على النبتات الخاصة بنا هذا رقم واحد ولا يمنع أن نستجلب نبتات جيدة تناسب بيئتنا لكن في المقام الأول المحافظة على الموجودة لدينا ومحاولة مكاثرة باستمرار وفي إذن الله سبحانه وتعالى يعني مجموعة من الناشطين ومن ما شاء الله وزارة الزراعة مهتمة بهذا الأمر أيضا لأخوة الكرام في قوات الأمن البيئي في المحافظة على هذا الجانب كل هذا إن شاء الله مع تضافر جميع الجهود بعون الله سبحانه وتعالى أننا متوجهين إلى خير جميل أنا أشكرك كل مختص في مجال الزراعة على السيد عبد الله الألمائي شكرا جزيلا لك شكرا لك أعطيك العافية شكرا لك شكرا لك